مرحبا بكم مشاهدي الام تي في في هذه الحلقة من بيروت اليوم أحاول فيها المحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل أهلا وسهلا فيك سيدنا أنا فيك سيداني ملف الرئيسي حلقة وراء حلقة شهر ولا شهر عم نسأل عنه وين سأل هالملف هل وقع ضحية فشل هلأ أو بطء التفاوض السعودي الإيراني عم ندفع تمن نحن لهلما مش الاتفاق أو أقل له إذا مش الاتفاق بعده مش سير المفعول لبنانيا السيد زاني أنا برأيي الإدارة الأمريكية سطاعت أن تفرمل الاتفاق السعودي الإيراني أو بالأحرى أن تسقطوا إلى حد ما بشكل كامل أو عم تجزقه بلبنان مش زابط بسوريا مش زابط بغير دول بيزبط أول شيء هي مصلحة إيران جزقه مش مصلحة سعودية تاني شيء الأمريكان ما بدون انتفاق هلأ والاتفاق إلا ما هني يكونوا مشرفين على الاتفاق يعني انتفاق بإشراف الصين وعلى أبواب لبريكست وعلى كله هذا كله يؤثر لذلك الأمريكيين ما عاد عندهم دول يعني بتركوها وبيقولوا نحن هاي الدولة تقعد على حياد لا بالعكس المشكل الكبير اللي قادم على الاتفاق واللي قدم واللي أصبح بالاتفاق هو مشكلة اليمن هي كان أول شيء فيه اتفاق مع الحوسيين وبلش من اليمن وانتهى من اليمن الاتفاق نقطة الأساسية بالاتفاق كانت اليمن نعم بس انتعل إلى عراق وإلى سوريا وإلى ربنان ولكن هو بالأساس باليمن لكن باليمن الضغط الأمريكي الكبير لأنه بتعرف السعودية هي أخذت الاتفاق بصدرها بصدر الأمير محمد بن سلمان أصبح الضغط مش على الخليج كله على السعودية فقط وخاصة فيه تبين بالأراء بين الإمارات والسعودية بالنسبة لليمن لذلك انسحاب الإماراتي كان بكير مش جيوش الإماراتية وبقت السعودية بهالمعركة اليوم أصبح صار واضح أنه اتفاق باليمن إيران نفضت إيدا منه وكأنها تقول أنه الحوثيون والسيد عبد الملك الحوثي هو كيان مستقل والاتفاق اللي كانوا عم تحكوا فيه ست أقاليم والوعود السعودية للحوثيين كيفوه أنتو عبر عمان بتعمل مسؤولية للأمريكان كمان الإيرانية كانوا كمان مش كتير سهلين بالتعاطي ورجعوا عم بيطالبوا بحقوق بيحقوا للنفط عم بيطالبوا بيستداد مناطي بيعتبروها لألومة غير حق للدر باليمن سيزة ناني باليمن الوضع كتير يتعقد وضمن الضغط الأمريكي على السعودية وعلى الأمير محمد بن سلمان أصبح أنا ما بيستبعد يعني أنا ما بيستبعد إذا ضل الوضع هيك لأنه بيعتبروا فيه ست أقاليم اللي اتفعوا عليها وفيه منهم أقاليم بتكون ضمانة بين السعودية واليمن هاو دي بيكونوا مشتركين بين الحسيين واليمن يعني والحسيين والسعودية هاو الأقاليم الستة بيكون كتير يعني قراب للسعودية هاو بعدين الوعود والمفاوضات بالمساعدات المالية والفك الحصار المحصول المعمول على اليمن هذا كله ازداد بالعكس اليوم ما نشوف أنه الأمريكيين زادوا الحصار بالبحر والحصار لا يزال موجود ما عم بيخلوا السعودية تحك يعني تفك هذا الحوار وبنت يعني تفك هذا الحصار نحن شو قلنا علاقة بكل هاي بتسمح لي بس هذا قلنا علاقة لأنه عم بتقول إيران وعم بيقوله اليمنية أنه نحن بتكون تحكوا القرار اليمني ليس في طهران إنه ما فيه صنعاء طوحكم معنا السعودي ما بده هايك والأمريكيين عقدلوا هيدا الأمور فلذلك لا حل في اليمن وأنا يعني بيتواضع اليوم نحن بخمسة وعشرين آب الفان وثلاثة وعشرين وفي ظل هذا المعمع لا أستبعد إطلاق صواريخ مجددا من قبل الحوصيين على المملكة العربية السعودية والكلام اليمنى المتكرر هالفترة والإعلامة عن مشروع نيوم 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 كل يوم يتكلهم يلمون عن نيوم لذلك عطلت سجع وسهلا بكرة بحملك مسؤولية أنه كان عندك معلومات لا لا ما عندي معلومات تحليل أنا حل لم يجيب معلومات نحن عم نبحث عن رئيس للبنان شو لنا علاقة باليمن و بالأمريكا و بالسعودية و بالأمريكا و بالأمريكا السيد لبنان بلد لبنان بلد لناها قبل عندك لبنان بلد كل فصيل يتبع إلى دولة هيدا عنده ارتباط عضوي هيدا عنده ارتباط ديني هيدا عنده ارتباط مادة هيدا نايم عجران الأمرة هيدا نايم عجران الملالي بتهران كل واحد عنده شي نايم عجران حتى كل واحد نايم عجهته عال إذن لبنان بلد مفعول به اللي ماكن يوماً فاعلاً بأحد عطول نحن أكلنا يعني إذا بدأ نحكي المنطقة لذلك هذا البلد بدأك تنتظر اللي بيجيك الإشارات من برة اليوم إذا منشوف أنه رجعوا الاتفاق هذا عقد الأمور طب كيف جماعة السعودية والخليج بعد بيحلح له الأمور في لبنان هي أول شيء ثاني شيء الوضع في سوريا عادة اليوم شرق الفرات اللي عم بصير شرق الفرات الحصار يزداد على سوريا تحريك الأمريكيين وتحذير الجميع كل الدول أنه ما تفكروا بما فيهم يعني المملكة والعربية السعودية وكل الدول الخليجية اللي أجت على سوريا واللي أعادت سوريا إلى الجامعة العربية رجعوا عملوا ردة فعل سلبية وقالوا أنه نحن إنون سيزر إنون قيصر رجعنا فعلنا بقوة ومن نقبل أي مساعدة ولذلك هو يزداد الحصار على سوريا اليوم وعلى الشعب السوري وعلى الدولة السورية وعم نشوف قداش عم بصير الدولار وعم نشوف كيف العالم عم تقوم لأنه في حصار وفرما للتقارب بالسعودي السوري أكيد وقف لا معاش فيه تقارب ولا مثل قبل برجع عندك شرق الفرات انتشار الجيش الأمريكي بقوة ونزول قوات النخبة لألفان وخمسمين جندي وإرسال حاملات طائرات إلى البحر المعبيض المتوسط إلى مقابل سوريا والمنطقة كلها هون يعني وحتى تركيا يعني هذا كله سوى يدل على أنه الأمريكيين أعادوا خلط الأوراق بالمنطقة بعد ما شافوا أنه تسليح بعد ما شافوا أنه الحرب الأوكرانية أنه الروس مرتحين بوضعهم فيها بيرجع عندك الانتشار قطع الطريق الهلال الشيعي قطع الهلال الشيعي عبر من دير الزور للحسكي للرقة يعني خاصة أبو كمال منطقة أبو كمال وانتشار جيش الأمريكي فيها هذا يؤثر جدا على الوضع توتر الحاصل بالجنوب بدايته وتوتر الحاصل بغزة يعني من الأمور صحيح رحين على منطقة مشتعلة بعد ما كنا الجو أنه رحين على فترة استقرار بعد ما تركوك الأمريكيين قالوا الأمريكيين أوكي تفرجوا الأمريكيين شافوا حالوا لن يكونوا خارج هذه القصة ما قبلوا عادوا إلى التدخل مجددا وعاد الوضع مثل ما هو بالمنطقة وبالعكس إلى مزيد من التوتر أنا برأيي لن يسمحوا الأمريكيين أنه ثروات المنطقة أنه تقطف من قبل الروس والصينيين وخاصة حتى أستراليا إذا ترى أستراليا اليوم اللي هي كانت بعيدة عن كل شيء هلا بالالفين وتسعة وعشرين والفين تماما وعشرين رح يعطوها الأمريكيين حملات طائرات وغواصات نووية لماذا ذلك هي تقاتل الصين بحر الصين أهم شيء يعني هي الصين وروسيا وهذه الدول كلها والبريكس اللي عم تطلع هي تنعكس حربا هي عندهم ما تكون هنا حرب عندهم حامية عندهم تكون عندنا بردة وتكون عندهم حرب بردة تكون عندنا حرب حامية هلا أنا شايفها بين اتنين بس نحن هون كيف بدك تعمل رئيس وكيف بدك تجيب رئيس في ظل هذا الجو وكل فريق في لبنان يدبع إلى دولة معينة حتى في حرب كمانش اقتصادة بالحرب مجموعة البريكس تبحث عن بديل لدولار عملي جديد تصريح الرئيس بوتين أنه أنا لا مجال لإستغناء عن دولار وهذا أنا برأيي أنه توسيع البريكس هي شغلة مليحة ولكن ما حدا في قائد الأمريكا يعني أمريكا بتحكي بدولة مثلا برقم واحد بيجوا من بعد مننا روسيا والصين برقم عشرة بالنسبة لأسلاح مش عم يحكي عن نوبي نوبي روسيا عندها رؤوس أكتر ولكن عم نحكي بالنسبة لحاملات الطائرات بالنسبة عندك 700-800 محطة بالعالم بين بحرية وقاعدة جوية وكذا هو أمريكية الوضع يختلف تماما عن قبل الوضع باليمن عم بيقوله للناس أنه نحن الحوسيين نحن كحزب الله في لبنان ما خص إيران بطهران يعني القرار بالنسبة لرئيسة الجمهورية في لبنان هو عند حزب الله هو في بيروت القرار بالنسبة لليمن هو ليس في طهران في صنعاء القرار في سوريا عندما جربوا يعملوا سوريا من دمشق إلى رياض فورا والإمارات فورا كذلك الأمر فرملوا وبالعراق عم نشوف اللي عم يحصل المناطق اللي نزلوا فيها الجيش الأمريكي تبدا في بالاستحقاق الرئاسي شئ لبناني ولا كله شئ خارجي كله شئ خارجي العام اللبناني لا يؤثر شو عم بيعملوا حزب الله وطائرة الحر اليوم حزب الله وطائرة وطائرة الحر عن بي يعني يعني هلأ إذا بتشوف المرحلة إنه أول شي عندما إجت قطر وأعلنت وأعلنت للوزير جبران بيسير قلت له أنه أنا بدي الأيامات جوزيف عون رئيس الجمهورية عندما عارف بهذا الشي اتصل بالأخوان بحزب الله وعمل أول لقاءه بيهن وقال لهم بدي أقدم ورقة الخوف من جوزيف عون تفع جبران بيسير إلى حزب الله أكيد إسلامية فرنجية بنسبة له أفضل من حزب الله أكيد أفضل من العمال جوزيف عون أكيد لأنه بيعتبر العمال جوزيف عون هو ابن المؤسسة ابن الجو العوني بيقدر ياخد نواب العونيين عنده سلطة عنده جيش وضعه يختلف عن وضع الوزير إسلامية فرنجية لذلك هو العمال جوزيف عون يعني بالنسبة للوزير جبران بيسير هو مش وردي أبدا في كلام كان عن كمين تفاوض قطري مع نائب جبران بيسير للقبول ليصفق ما للقبول به العمال جوزيف عون على قوي يقال أنه عطيوه إكسبو دوحة إكسبو غطر يقال أنه الوزير السابق فادج رئيساتي هو مسؤول من قبل الوزير بيسير وعم يعمل بيسنس وكذا حق الطبيعي ما أمالي عليه بس بالسياسة إذا مفبوطة المعلومة لا عملك عملك عم يقال أنا مقالت أنه أنا عم أقول أجزوا من عندي بس ولكن الوزير فادج رئيساتي موجود هونيك عم أقول وعم يشتغل مشان إكسبو قطر اللي بعد يقوله أنا أنه فيه الوزير جبران بيسير أقرب شيء من النسبة للخليج هو للقطريين أوكي ومنشوف أنه العملية الداخلية في لبنان أقرب شيء لألا الوزير جبران بيسير وقوائد الجيش تعامل جوزاف عون وفيه بعض شخصيات يعني بأرطة حناكير كمان راب لقطر هاو مستفيدين من أرطة حناكير هاو اللي كانوا مع الرئيس عون وكانوا مع الرئيس عون كلهم عم يتقربوا من قطر لأنه بالسعودية المير محمد بن سلمان ما بدوا وبالإمارات معروفين مين أصحابهم لذلك ما لهم محل إلا قطر وهني متفقين بهالموضوع وعم رايحين جيين عا قطر مش شي سر يعني مين؟ متل مين؟ سمي له ما بدي سمي هلا بعد بيجي وعد بسمي كم واحد كان في حد للرئيس عون كنه كله صاروا بقطر نيحا كله صاروا بقطر عا ممتاز قطر إنه هلا هني مش رايحين يدينوا للأمير تميم رايحين يجيبوا مصاري من عنده لأنه عنده بزنس بشغلهم وبيعمل بزنس وكذا وعم بيساعدهم بموضوعا له هلا الوزير بيسيل ليش عمل هذا الشغل أول شي بيّن للتقاطع أنه أنا مش سألين عنكم أنتوا بكتعتزوني للتقاطع اللي كان معهم يعني على جهات أزعور على جهات أزعور بس لأ عم بيحكي أنا مش الوزير جهات أزعور يعني أنا بيحترمه لا لا عم بيحكي عن تقاطع لا أنا ما بدي أحكي عنه شخصي بالعكس أنا بيحترمه بيحترم عائلته وأصحابنا وأهلنا ولكن أنا عم بيحكي التقاطع السياسي اللي كان خلفه وبما فيهم بكركة يعني سيدنا البطرق الكوليت طوبك كلهم سوا كانوا ماشيين خلف الوزير جهات أزعور لأنه تقاطع المسيح وإلى غبطة بطيارك الراعي لأعلمي للمحررين نائب المحررين وقتلوا لعنده أنا قلت بفرنسا أنه القوات والكتائب والأحرار والتنظيم تل عنده مرشح واحد والعونيين عنده مرشح واحد هاي أكتريت الأحزاب هاي أكتريت 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 أكتري وعطا عم بيقل له انه بدنا جهاد أزعور وبدنا نشيل صاحبك بدناش صاحبك صديقك سلامية فرنجية شوف لحد وين كانوا بعيد عن الجو وبعيد عن الواقع يعني الواقع يعني الواقع عم تقوله انت انه جبران بيسير مع حفظ الألقاب مش بيجهاد أزعور فقط ليوصل رسالة لحظ بالله ليقل له حب الله اكيد هيوصل رسالة وانا عملت غريدي قلت له تركه نقول ما يتركوك للوزير جهاد أزعور قلت له انه ما بدون ياك وانا بعرف انه قاله هاك قاله ما عم بيقوله انه هو انه كيف اصبحت قريب من جنبلات ومن جعجع ومن كذا بيقوله نحن نحطين جهد أزعور واجهة نحن بدنا زياد باروت فعليا خبرك الحديث اللي صار هلا فعليا المرشح المرشح انا برأيي يعني ماشي الوزير جبران بيسير بهالمواضيع هادي ما نسألين لا عن دكتور سامي جعجع ولا عن نائب سامي جميل وعن حدا عم يعمل مصلحته وهو عم يعمل حركة تا يقلهم للحزب انه انا كمان انا احقه هشي مش حقه انا ما انا ما عم لومه يعمل بده اياه يصطف له هو ما كان شوي بمرحلة ما بعد انتهاء عد الرئيس عون المهمش شوي الناب جبران بيسير رجع هيدا تقاطع رده على الساحة ورده لعب اساسي ورجع حزب الله نجبر يحكي معه طيب بس هلا ازا بيرجع عند هو اول عاخر اللي شفي يترك حزب الله ما بععد فترة وزا بععد ما بجتمع الرئيس عون بالنواب وتقتلوا انه اياه قالوا له وان من من قاعتنا وان منطلع عنده عشر نواب بيخسرهم حتى كل رصيده بيخسروا بعدين الوزير جبران بيسير الا كيم الاخر ازا بينتخبوا مرته ست شونطال رئيس الجمهورية هو بيخسر بكل الاحوال هو خسران لا بس وين الخسارة الاكبر بانتخاب جوزيف عون او بانتخاب السامان فرانجية لا بيفضل السامان فرانجية على جوزيف عون ليه الاد بيعتبر انه بيعتبر انه اسلامان فرانجية هو كلمته كلمة ضمانة وما عنده الانتشار اللي عنده اياه العماد جوزيف عون وما عنده الباور اللي عنده اياه العماد جوزيف عون وما فيه جيش والمؤسسات الامنية وراه لذلك وحزب الله بيضمن هذا الشي هلأ هني بنفس الوقت كمان الوزير جبران بيسير عم بي يعني حزب الله ليش استقبله حزب الله ليش قبل معه بالمفوضات اهلا وسهلا فيك خلاصة ما نحكي كل شي التحليل كل اكيد ما نحكي كل شي حزب الله وقت اللي بدي يستقبل الوزير جبران بيسير ببطل حزب الله معزول يعني هو كمان عادي عاوم حاله خليه خاني حكي صراحة ببطل يقوله هذا التكتول الشيعي ببطل يقوله لا بسهل يقوله الواحدة وخمسين نائب بلوز سبتعاش او طمنتعاش مع جبران بيسير هو مسيحية وفيه نحنا من ضمنهم خمس ست نواب رح ينتخبوا اسلامة فرانجية اذا نحنا وعنا مش تجدد الاعتدال في وطني في مجموعات كتير بدأت تغير رأيها بس يقدروا يا ده الشي وانا بقول كمان انه انه هاي الشغلة ممكن توصل الوزير اسلامة فرانجية بس بفلتة شوت يعني مش انه بجلسة واحدة وصلنا الامريكان مش مراكزين ركب فرانجية ما عندهم مشكل يعني كل اللي راحوا تشكوا عفرانجية بامريكا وراحوا حكوا عفرانجية بسعودية ما لاقي ورادة فعل سلبية لا من الامريكان ولا من السعودية بس ما لاقي ورادة فعل انه مراحل ولا ايجابية كمان نعم لا ايجابية ولا سلبية اي انه يعني ما في شي ضده هاي البديئة اليوم الزخم اللي كان ورا الوزير السابق السابق الفرانجية اختلف تراجع بشو توصل على الزخم الفرنسي لا بالعكس السيد داني يعني تصور انه لودريون يبعط لايحة اسئلة استفزازية انا ضدها وكل شي يبعطها من بعد لقاء قطر من بعد لقاء الدوحة شو معناتها يعني انا بعضني كفرنسي على هيدا القطة وفرنسا عندما امركبة تدخل بالمنطقة اكيد رح تكون حكما الى جانب فرنسا لانه الامريكان مش من الدخلين ما رح يكونوا الى جانب حدا من هالمنطلق هيدا بتشوف انه اسلامية فرنجية له حظوظ اكتر من العماد جوزيف حون لا لانه يعني هو معه 51 نائب انما النائب الوزير جاهد ازعور طلع من العملية لم يعود موجود لا 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 لم يعود موجود متل ما كان استاذ ميشيل معوض طلع الاستاذ جاهد ازعور استاذ ميشيل معوض اوكي اعلن انه طلع وصار في اتفاق على خروجه ولكن الوزير السابق جاهد ازعور بعده موجود الوزير السابق جاهد ازعور رجع عشغله يعني واضح يعني هو كان اخذ فرصة عشغله استاذ داني ما ظهر من اللعب الرئي استاذ داني انا ما اقول ظهر بس واحد بياخد فرصة بنهي كان هون عمي اللقاءات هلأ من كم يوم كان لقاءات وشافهم انه كلهم مجموعة كذبين عم يكسبوا عليا وانا بقدر ما بدي احكي عنه خليهو يقول اذا كانوا صادقين معه خليهو يقول ما بدي اقول كذبين خليهو خليهو يقول هو بيعرف انه هو يستعمل بس مش اكثر ولا اقل لذلك الوزير جاهد ازعور يعني حاوله كتير انه بركيب يتعين حاكم مصف لبناء ما قبل بده رئاس جمهورية وما بعرف يعني قيله مستقبل بالبلد اذا ما عام الرئيس حتى قيله مستقبل تب لوين رح ينتهي هذا التفاوض بين التفاوض هو جبران بسيل عم يربح وقت لا اكثر ولا اقل لو التفاوض بين حزب الله والطيار او بحزب الله وجبران بسيل niej unknown الطيار مشارك او جبران بسيل لا الطيار منه مشارك جبران يحكي عن الطيار انه بالطيار ما معهو خبر شعب يصير بالفاقات لا شعب يحكوا لا لا سمعين بتضيعها لا ما معه قبر لش بده يقوله ما بيقوله هو مكان يعمل اجتماع ويعمل بيان وعالطريقة غورتو شي قاله اجتمعت بيني وبين نفسي وفسته انا برئاسة دولة غربة اذا بتحضر مصرحة غربي شو بده فيهم اصلا يعني ما فيهم يمشوا بلاه وهو بيقدر يمشي بلاهن الى حد ما باك اذا بس يصير فيه رئيس جمهورية غيره هو بيتغير الوضع حتى النواب فيه منهم بيطلعنوا الريش هلا ما بيسترجوا بينوا ريشاتهم بيصلوا لنه ولا نايب منهم بيسترجوا ايه ولا ما تسمي لي حدا كله سوا انا عمقلك ولا نايب منهم بيسترجوا ايه علي ريشو هلا ولا نايب فيه نواب بيتكتل اه لبناء القوي بايدو جوزيف عون وممكن يخشهم الطير اذا تخيب جوزيف عون اذا زفعون واصل ايه بيتركوا جبران واذا اسلامية فرنجية واصل ايه بيتركوا جبران بيتركوه في منهم بيتركوه لانه بيصيروا فريق اخر بيصيروا منهم مشاقين عن طيار صاروا فريق رئيس جمهورية بيمشوا وبتعرفوا وكل حالهم بتعرفوا طب اخر شي مربحين بهذا التفاوض حزب الله اكيدة حزب الله شو القوي عنده الباور عنده يعني اليوم مين عم يخسر بالبلد المسيحية يعني اليوم طي موضع وليد جملات بمطرح قال انا بسلم ابني عال بسلم ابنه رئيسة الحزب ورئيسة اللقاء الديمقراطي متل ما جنرال ميشيل عونسلم وزير جبران بسيل يعني عادي تسليمه كله براتي يعني قال ضد البراتي وعين البراتي كله طبيعي يصفلوا انا بالطيار بحيتي ما كنت انا اللي بدي اقوله انه اليوم الوزير ولي جملات شو عمل عم يشتقل سياسي طلع منها العملية كله وحط ابنه بالواجهة بس بديو يركب فرنجي بيقرب وليد باك ساعتا بيرجع اذا اجي هلأ اللي ضعف وليد جملات مش الضعف شخصيا اللي خلاه يعمل هيدا الشي انه اذا اجي رئيس جديد غير المطروح بيمشي لاستاذ تايمور جملات معه اذا ركب استايمان فرنجي بيواكبه هو وبره وتايمور وكله وسوا هادي القصة كلها بازا اجي رئيس من خارج منظومة حزب الله او من خارج دعم حزب الله يعني غير مت مكان مش هالعون اكيدة بيكون تايمور وحده بيتدخل من بره لبره هلأ في شي رئيسي لو كان الرئيس سعد الحريري هون بياريت بيرجع لانه رئيس الحريري هو اللي خلاه وليد جملات يعتكف كنتوا تسبوت هشلته انا ما هشلت اخر ثلاث سنة انا كنت تسبه لانه كنت مع عون يعني عون قدما يعني كل همه كان الحريري والحريري وهلأ اذا عم يعمل تضيئ جنائي لا يلحق الرئيس شهيد للرفيئ الحريري عابره معروف القصة كان هادا تضيئ جنائي هادا مقصود منه لا رئيس سلامي ولا حدا دور الرئيس عون وين بهذا التفاوض رئيس عون عم يفاوض رئيس عون عم يسمي يتسمى هلأ هو عنده مشكلة بالنطق ولكن بعده واعي الحمد الله وصحبه منيح شو عنده مشكلة بالنطق لا ما فيه يحكي بسهولة لا عنده مشكلة زن مشهولة صحية الحمد الله منيح بس انا عم اقول يعني فيه كتير بيبسي كبرو العمر هادا وضع الجنرال عون الله يعطيه الصحة انا ما بكرهوا انت بتعرف انا عايش انا وياه بس انا مش ريئة معي منه لانه خانوني بدي اقول لك بيقولونك خنطن بوين خنطن مع مين وين رحت انه رحت مع اسلامية فرنجية واسلامية فرنجية صديقنا من 25 سنة قبل ما يجي مشيال عون وابل بترشح رئيس جمهورية بوقف ضده يعني مع اخلقيا بتسوي يعني بس مش ما بدي احكي سياسيا اختلفت معهم وبعدت قبل ما لا اسلامية فرنجية ما بعدت عنه انا اي بس قبل الرئيسة وقبل ما يفتح مالف الرئيسة بعدت عن الطيار مين انا الالفين وعشرين اوكي طيب اختلفت مع جبران ومشيال عون ما سأل وما فيك تزعل فليت سبوني سبيتون صار كلمة سبوني سبون يبطلوا يسبوا وبطلت سبون مالوا مالوا شو يعني شو مضيع بقولوا عندهم انا شو بدي فيهم انا النساتي شو كان بحق رئيس عون وين دوره شو عم يعمل رئيس عون بعد بعد هكي مثل مرسيل صغير ما احد زواره نك رئيس عون شو عم يشتقل عم بقول انه نحنا هلا من بعد ما يقعد جبران باسيل هو اياهم كذا مرة بينقزوا من جبران باسيل جامعة التقاطع يعني الدكتور سمير جعجع بدل ما هو يكون المبادر ومسلم الدفة تركين الوزير باسيل يشتقل وحده هو والنائب سامي جميل وبعض التغييريين وهو اللي يجمعوا الاصوات هادي اللي يجمعوا 59 صوت ما كتشين منهم الطيار هاي الاصوات بس جبران باسيل هلا مثل لعبي العمي لعبوها يمشي ويقولوا نحنا انا بمشي باسلامية فرنجية بس يعطيني الحزب الله يوفق لي لمركزية لمركزية الإدارية والمالية يعني وزير المالية صار يشغل عن جبران شو بيعمل وزير المالية بعد بصير عندك مالية وحدك شو بدك بوزارة المالية وصير عندك صندوق السيادة يعني كل اصول الدولة بتصير عندك يعني شو بعد فيه شو بعد فيه بالبدأ هوا رح يعطيهم حزب الله بس خليك لا لا بعد فيه شغلة وعملية بناء الدولة عملية بناء الدولة بآخر مفاوضات صارت باجتماع الجبران هو الحزب حجوة فيه صفة نعم مع الحجوة فيه صفة ايه نعم حكيوا انه قضيت بناء الدولة هاي مخلية لرئيس الحكومة ومع بعضهم شو لوا من النا بقي فيه الصندوق السيادة وبقي فيه المركزية الإدارية والمالية الوزير زياد بارود رجعوا بيرجع جبران باسيل بقدم لهم الاقتراح العامل والوزير زياد بارود وبيقل لهم شوفوا شو فيه لانه ما فيه مجال تعمل لمركزية إدارية بدون ما يكون فيها شوية مالية إذا كان فيه مالية معناتها ما عاش إلو قيمة يعني بتاخد قصم صغير بتاخد قصم اللي بدك يالا منطقتك بتترك الباقية للدولة إذا باقي للدولة هاون بنا متأمن الرواتب والمعاش ما جايش مركزي والعمل مركزي والسفارات مركزية يعني انت بكون عملت فدرالية مقنعة هاوني مدك يمشي مش بس الشيعة والسنة ما بيمشوا هاوني لوضعون هات اللي شو بعد رسالة هاوني لوضعون منيح بها القصة هاي هني أخواننا دروس لأنه سبق بحرب المرأة بلبنان عندهم كان شوفوا عليه وراس المتن امتداداً لأصم المنبيع الغربي يعني عندهم فدرالية مرتاحين بتعملهم يعني والطيف الشعية كمان بتعملهم لمركزية إدارية بيكونوا مرتاحين ومالية بيكونوا مرتاحين أكتر الطيف الشعية بيكونوا مرتاحين المشكلة عند المسيحية والسنة لذلك ما رح يقبلوا فيها هلأ لأ خاننا هوني هم أهم نقطة وقت اليوم بتوصل لهاي وتمشي معهم فيها بيقول جبران اقبلنا باسلامية فرنجية بيقبلوا باسلامية فرنجية الفرق الآخر ما بيقبل يعني اليوم وقت بيقول الوزير وقت بيقول الرئيس هون بيبعث منسال للحزب للحزب عم بحكي وبيقول لهم نحن عم نمشي باسلامية فرنجية بس عطوها هولا جبران بس عشرت بتوعلوا جبران بعد ست سنين هو بيكون رئيس ربطهم ببعضهم وصلت هاي لحزب الله عم يدرسوها حزب الله بيدرسوها بشو بيلاقوا بيلاقوا أنه أول شي إذا دعيوا لجلسة واسلامية فرنجية مش مأمن ستة وثمينين الفريق الآخر ما بيأمن له ستة وثمينين ما بيوصل الفرنجية أوكي الشغل الأمر الآخر هدي أمر الآخر بدون يحكم مع وليد باك جملات وطايمور باك جملات تأمنوا هذا العدد ومع نصف التغييريين تأذا بيقدروا يأمنوا العدد لا بيستي في تعطيل النصاب هاون في تعطيل النصاب هالعملية هاي بعد فترة 24 كانون تانية بيكون فل العماد جوزاف عون على البيت بيصير جبران بيسيري يقول لاش بك تنتقبوا فرنجية انتقبوني إلي يوش هذا المخطط كل اللي عم يعملوا جبران بيسير لا يوصل إخشي يقولوا أكيد يقول انتقبوني إلي أكيد عم يشغل سياسي أنا بس واحد يكون عم يشغل سياسي هلا بقل لك عم يشغل سياسي أنا بمطالب المركزية الإدارية والمالية أنا جزف أبو فاضل أنا معجي بران بيسير بقضيط البناء الدولي أنا معجي بران بيسير خي بس واحد إذا سمير جعجع بيعمل شي منيح أنا بكون معه لاش أنا عم بشكر في سمير جعجع لأنه بده دولي أنا مش مغروم في لا بعيونه ولا بعيون حدا ولا بعيون انت بتعرف حالاتي أنا بشغل سياسي اللي بده مصلحة لبنان أنا معه مفرقيني معي هلأ فيه انتخابات دخلية بالطيار ما بدخل ما بدخل لا 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 بالطيار ما خصني ما خصني بالطيار أنا ما بدخل إيه بياخل صراحة مع الإعلان متابعة بعدها ويروت اليوم متابعة بيروت اليوم مع المحل السياسي المحامي جزيفة أبو فاضل تخبية دخلية بالطيار عم تتبعه لا والله لأ لك صراحة لأنه بلاش عجبران بسير بالمبدأ أوكي معروفة معروفة يعني بتغيير ممكن يطال نواب الرئيس شي داخلي يعني إن نفس قالوا أن الله لا يغيروا ما بيقومن حتى يغيروا ما بأنفسهم يعني حتى يغيرون ما بأنفسهم صدق الله العظيم أنا شخصني ما نفسه إيه ذاته ما يوه ذاته جبران بعد يعني المسؤولية على بالطيار رئيس قالوا جبران بسير والباقيين النواب الجايين يعني شو بيقلهم جبران بيعملوا شو بيعملوا النواب يعني بس فيه نواب متميزين عن جبران بسير مثلا بعروفين هلأ قيت عم تحكي عنه مش شوية نواب رئيس طيار لا نواب الطيار متميزين عن جبران بسير لأنه إني أكبر من جبران بالعمر وإني أصلاً عم بيشتغلوا سياسة قبل ما جبران يكون بحزب الوطنيين الأحرار يروح حكمة دي بيجيبه ويعرفه عشون طال ويعمل بدل الوطنيين الأحرار الوطني الحر ووطحة يعني ما نحنا عايشين ما نحنا عايشين من خمسين سنة بالسياسة ويتجوز شون طال وبعدين يقلوا بيجي براء الحكمة ديب ما أشألك مطرح شو أنا عم تنتقبله عم تنتقبله لا يسف أنا لا ما عم تقبله حكمة صاحبة وكل وكل الطيار أصحابي ما عندي مشكلة عبك شو لكان يا ظلمي شو أنا مختلف عن اليوم شو في دم بينه وبينه ما بحياته ما بالعكس في خلاف سياسي 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 أوكي سياسي يعني إنه شو سياسي إنه بس في حدا من الطيار بصراحة بس طلع بمقابلة تعليمية بترفين لك بلك معك حق بس تنتقل جبران بيقول لك حق في كتير بس ما شعبتوا منك أساق في كتير بيطبوني من غرام كمان هي شو لك في كتير بيقولولي أنه أنا هنا بيعرفوا أنه تخبوا مشيوا بحياة ديمقراطية وعيشون الجنرال ميشيل عون بالجمهورية الخامسة الفرنسية ومبادئها وصورتها وهدم سجن البستيل والصورة الفرنسية العزمة وديمقراطية الحقيقية ويلاقيوا آخر شيء أنه ما تكونش تمشي لطاحت زناري يعني ويش بتعرفين رأي العون عندو كم شغلة بيقولون طاحت بطن السق بقا ما تكونش تمشي لهمنيك شغلة بقا بقا بتات بكل هيدا اللي عم بيصير رئيسيا بكركي وين ودور بكركي وين بكركي تراجع دورة كتير سيدنا سيدنا نصدم سيدنا البطرياك الرائعي مصدوم لأنه أول شيء الفريق اللي حولي محاد فريق سيء وهو رجل طيب ومنفتح وهو يعني بيحب رعايته بيشتغل يعني عامل محاضرات سيدنا غبطة بطرياك الرائعي كتير مهمة لكن إليه مال مال أنطوريه كتير يعني أكتر من هيك ما بديقول كتير فيه مطارين كتير منيح كل واحد اللهم نفسي فيه مطارين كل يوم بيكوي البدلي ونطورتي أعمل بطرياك وهو بيعرفون هو أزكى منهم بس شو دي يعمل هادي هاي الحياة هيك يعني نتمنى له يعني الصحة وطول العمر ولكن بالسياسة من وقت ما وقفوا المطارين وموصل حج أنا كنت اتوصل عطول معه بعدني ونزلت يعني وعملوا معه هالفصل وخلوه ومشوه وزل وتبهدل وبعدين طلع رئيس عاون اللي عنده هو يعني جاب المطارين ميشيل عاون جابه للمطارين موصل حج ليحللوا قصة تسمى له الرئيس عاون قالوا والله معك ما عملوا له شي بعدين رجع بس اختلفوا مع الحزب نحلت قضاياهون واخد غراضه ومش الحل يعني أني قصة 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 ديخي قصة مننا قضية الحياد يعني ما في شي اسمه حياد ومنحكي بحياد مع مين يعني ما فائد من القوة ما فيك ما فائد من القوة ما فيك تحلى على تويتر ما فيك تحلى بإداس وبمهرجان وبك هو ما بينحله هيدا كله مجد باطل بدك تشغل زياسة بالبلد بدك تلعب على التناقضات وخاصة المسيحيين والموارنة إذا ما لعبوا على التناقضات نحنا شو عم نعمل نحن نهدم لهيك على حالنا الشيعة مش فريني معهم الشيعة قوة كبيرة الرئيس بر يمثل العقل الكبير والحنكة والحركة السياسية بالبلد وكل شيء الحزب يمثل القوة والسياسة وكل شيء القرار عنده يعني وان فيه قسارة ما قسرانين الجماعة اللي عم يقسروا هني المسيحيين وقبل منهم قسروا السنة اللوة لبنينية بعد أسبوع تقريباً بثلاثة أيلول في قداس الشهداء المقاومة في كلمة لرئيس حزب اللوة لبنينية سامي جعل لو كنت محله شو بتطلع بتقول بثلاثة أيلول أنا بدي أعمل فرضيات مع أنه نحن ضدها ننتظر الرئيس نبيه بري بواحدة وثلاثين آب شو بتو يحكي بذكرة تغييبة لإمام موسى الصدر ورفيقية الشيخ محمد يعوب الأستاذ بدر الدين عباس بدر الدين منشوف شو بتو يحكي الرئيس بري لأنه اليوم الوزير علي حسن خليل معلصة رادت عن الرئيس هون ننتظر شو بتو يحكي الرئيس نبيه بري بهذا الموضوع يعني بواحدة وثلاثين شهر تنطر يومين ثلاثة وبترد لأنه رئيس بري هو هل لازم يكون رئيس حزب القوات ناطر رئيس المجلس كل عمرهم ناطرين بعضهم بيحبوا بعضهم هلأ اختلفوا بقضية طيونة معاش أعرف بس أنا عم قللك صراحة يمكن هلأ يتضيقوا من اتنينتهم بس كل عمرهم بألف خير ومنتفقين من فوق الطاولة ومن تحت الطاولة وفوق البرار وطاحت البرار ايه بس هلأ شو لازم يكون موقف القوات بهالمرحلة ماك اللي عم بيصير موقف القوات أنا إذا بقولوا بيزعلوا مني ليش قولوا موقف القوات بيتصوضوا مع اسلامية فرنجية ها وهني بيكونوا قلوا الحصة لأسد بالسلطة وكلمة فرنجية كلمة واسلامية فرنجية لا بيخون ولا بيطعم وبيكونوا مرتاحين جدا جدا وبيفتحوا خطوط بيفتحوا خطوط مع كل الناس مطل ما كل الناس هحب تفتح خطوط معهم وأولهم حزب الله حزب الله حبي بيفتح خطوط لا هزب الله بيفتحوا القوات معهم خطوط ما بيقول لا أنا مسؤول عن كلامي اذا بيفتحوا خطوط جدية من أجل أي أساس عم تبني هيدا الكلام شي سامعوا من حزب الله هي إذا بقدرينプتخه اسلامية فرنجية كل خطوط تنفتح فرنجية بيفتح له خطوط قد ما بدك بس وانا مسؤول عن كلامي بس هني يقولوا بس طب يقولوا واحد يحط عقله بالراس ويقول خلاص بدنا نشتر بس هو المشكلة بلبنان انه المملكة العربية السعودية مش مشكلة الوضع بلبنان ما بدنا حول مشكلة الوضع بلبنان هو انسحاب اماراتي وتدخل بسوريا يعني علاقة مع سوريا جيدة وانفتاح اماراتي على سوريا امارات ودبي وكذا لدبي وابوظابي واغلاق اماراتي في لبنان حتى السفارة والانصلية وانفتاح السعودية في لبنان بواسط السفير البقاري واسد وليد البقاري هذا المعروف في صات اللعبة اليوم بشوف معيار الزيارات والاتصالات بين معراب وشية والسفير السعودي البقاري هون تعرف حالك شو الوضع لانه عندك ثلاث ثلاث سفر مغادرين السفيرة الامريكية السفيرة الفرنسية فلت وعندك السفير القطري بيتغير هاو من ضمن اللقاء الخماسي وهو دي بقلب اللقاء الخماسي يعني وقت بيجتمعوا مع بعضهم هون بيجتمعوا وقلف بيعلوها قلف وزارة خارجية وهو بلعنون المعلومات وهو اللي بيبعثوا التقارير بتحن لمرحل القوات البنية المرحل اللي كنت فيها بالقوات انا ما انا تركت انا بعد كنت بالقوات تعرف انا كنت رئيزي هذا امن القوات بالمثل من سنة ستة وسبعين مع الشيخ بشير لا اغتياله لبعض ما شفت رئيس حزب القوات بعد خروجك او ابتعادك عن رئيس عود ما شفتو ولا مرة نحن كنا بغير فر نحن كنا محباية لا لا هلا هلا لا ما شفتو في مرحلة ما بعد الابتعاد عن رئيس عود ما شفتو اذا بدي اقلي بيازم نعفجين اهو بطلع بس اعمل حالي بطلع شو بدي اقلي ما عندي شي فيك تطلب معا تطلع تشو ليش بيطلب معا شو بدي فيه ما عندي شي اقلي اقلي ما عم قل له ما بحكي كل شي وجماعته ونواب واصحابي والقوات كلهم اصحاب انا وياهم مواع التواصل ورأيي واضح انه انا انه انا ما عم مرشح اسمه اسلامية فرانجية لانه زلمي صديقي من خمسة وشين سنة انه يعني اذا وح بدي حكم الصداقة مش بحكم الدناعة لا ما قتنا فيه رجل كتير قدمي وشهم وكنتو كلمي وبعدين يعني ما يعني منه بعيد يعني اسلامية فرانجية يشبه كل اللبنانيين اللي عم يحكوا القوات معهم حق فيه بالدولة الفاضلة اكيد حزب الله مسيطر على ثلاثة ربيع البلد اكيد اللي عم يحكوا القوات بيجوا بينتخبوا مرشح حزب الله شو بيعملوا هاك من ضال بلاء رئيس طب هلأ شو يا حزب الله بيفرض رئيسه ويا من ضال بلاء رئيس ما فيه دكتور جعجع يعمل هالانكفاء على قد انكفاء ما فيه ننطر ذكرى الشهداء القوات يعني هن اللي رفقاتي استشهدوا معنا ويمكن استشهدوا ضدنا وقاتوا استشهدوا معنا من كل الميلات كل شهداء لبنان يعني لانه من زمانات شيخ بشير وقال جامعنا بمجلد حربة قد ما يفوتوا الاسرائيلية يعني اوه كانوا فيتين على ما بكتطلعوا عم ناطي بكتشوفوا تمثال لكمال باك جملات لكمال جملات لعبد الناصر لشو هدا الاشتراكية لكذا هاو بتشوفوا اشتراكية ما تتعطوا معهم هاو دي ممنوع تدقوا فيهم ما بقى فيه تقتلوا زلتوا تحت الحفة عم قل لك شو قال عم بحكيك كلام الشيخ بشير من يوم برايح في قضاء هاو دي كل واحد مات شهيد على طريقته لذلك عم قل لك انا شهداء القوات شهدائي وشهداء الحزب شهدائي شهداء اللبناني شهدائنا كلهم خلص كل واحد مات على طريقته فيه سبيل لبنان تعمل دولي هلا اللي عم طالبه فيه القوات هي الدولي انا معهم وقل لش قلت لك قبل شواء انا مع جفراين بسير بالله مركزية الادارية والمالية يا رايد بتصير بس ما رح تصير نتيجة انا ايب حن على القوات وانا وانا اصلا ما تركت القوات انا صار فيه مشاكل جع جعح بيئة اجا جنرال عام طرح طروحات بيعمل دولي نعم رحين على شغور بيات الجيش شو ما صير بيات الجيش بعد انته ولي اي فيش يعني الوزير بسيل ما بده يعني والرئيس مئاتي ما فيه يحمله بس انا برأيي اذا بيعد وزير الدفاع وشخصية محترمة العميد موريس سليم وبيقدر هو وقائد الجيش يجيبه رئيس اركان لأنه هذا الجيش اخر يقال ما بده وزير الدفاع ما بده ولو كيف ما بده كيف في حكي انه ما بده وزير مين بيطرح اسمه لرئيس الاركان فاولى درجة اولى بدك عشرين وزير وبدك تلتين المجلس تلتين مجلس الوزراء يوفقه وبده ويطرحها وزير الدفاع انا عم بيحكي ينون اه اذا تعين بالوكالة بس اشوف الاعمال كما بده بالوكالة بالإنابة رئيس اركان ما بعرف انا ما بفتكر بتمشي بيقدروا يطعنوا فيها بعدين او بده تروح ل الضابط الاعلى ردبي اللي اه جير صعب انا رأيي عينه رئيس اركان ما يتركوا الجيش شيعي اللواء عباس ابراهيم كمان اللي وجل وخير ايجا محلو اللواء الياس البي صديقنا وعلى سلامته ونعيده بعيد الامن العام اه كمان يعني عاد عليه وعلى الامن العام يعني شو المشكلة يجي رئيس اركان اذا ما فيه بس انا انا بعدني بقول يجب التمديد لقائد الجيش لالعما جزي ايه معلوم ماسك المؤسسة بهالظرف الصعب شو شو اللقيت المجد من طرفاه يعني مع العماد جزي عون لا لا انا انا ما بشوفه العماد عهون انا عيادته بعيد الجيش قلت له معانه مش تعمل نشوفك يا كل العالم تعرف كتبته تغريدي يعني انا ما بشوفه ولا طلب موعد ولا شي شو يا الله يقوي كيف اذا مش طالب موعد مش عم تطلب موعدنا حدا يخي مش عم بطلب شو بدي فيهم اذا انا مش ماشي بسياستهم او انا ما بدي رأي جمهورية بدي اسلامية فرنجية بروح لعنده بروح لسلامية فرنجية واضح لقصة يا أستاذ زاني عم بتشوفه الاسلامية فرنجية اكيد اكيد شوفه مكمل بالترشيح ايه لاش مبدي كمل يعني طب انه اذا واحد مقلعب واحدة وخمسين نائب وبهيك قوة شرينات كان نائب هدا بايوا للرئيس فرنجية وبايوا للرئي وبايوا للنائب لحميد فرنجية ثم اجا حميد فرنجية ورئيس فرنجية وقالا يرحموا الشهيد طوني فرنجية وبعدين اسلامية فرنجية وهلأ طوني فرنجية بايت قلو مئة سنة بيش تقل سياسية بيجي بقلو انا شو بدك بالشغلة ما في العملية مش نائب ونائبهنش قدش معه جو زفعون نواب قدش معه جاد أزعور نواب قدش معه زياد برود نواب بالنهاية بس صير التسوية بتغير موازين كوا مع هيدا بس يركب الرئيس 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 طيب ذكرت حاكم مصرف لبنان نعم والحاكم بالإناب اليوم ويسير مصورة أول شي ما مصير ريال سليم عم تشوفه بعد لا مش هم تشوفه بعد تاوليته ما شفته لا قبل بأربع تيام قلت له كل هالعالم نزل عندك بننزل نودعك قالي شرف قال له الله يوفقك ايه على مصر في لبنان وواحدة وثلاثين قالي شئله جمعتين ثلاثة طالع بس حكيته ثلاثة أربع مرات ايه حكيته لا بحكي خايف بالتوقيف انا كنت مستشار بمصر في لبنان مثلي مثل غيري يعني مثل هالعالم وانا زلمي بيقربني يعني وفيه أربع أنوية وانا قلتلك قبل بحلقة معك انا كنت مع رياض سلامي ومع قضياء لانه منه بس ما توكلت عنه ليش ما توكلت عنه فيه عنده محامين انا كنت مع العلب بخالك لا انا مستشار عنده يكفي خلص مستشاره بشؤون قضائية معيني بيسألني هني في منهم بيكتبهم خطية بيعطيه هني منهم بقلوه هني شفعيا انا مستشاره كان مصر في لبنان بيعتبروا انه انا عملت سروات يا عمي طولوا بالكم شوي القصة وما فيها بتقلهم يعني للمواقع بيتصلوا فيك وهذا الكونترا موجود بوزارة المال له عشر سنين وكذا ومعروفة انا حطيته بسيارتي واخدته عند جنرال ميشيل عون عرابي ده رياض سلامي الحاكم رياض سلامي قبل بتجديد اخر مرة قبل ايها تجديد بالالفان وسبعة الفان وثمانية انا اخدته بسيارتي وعرفته على الجنرال ثلاثة ربيع لبنان جيب له يا جنرال قل لي يحكي ما بيحكي بس انه هلا لانه اخدتوا لعنده كان نقط ثلاثتنا وبعدين دخل صديقنا ابراهيم كنعان وجبران باسيل وقال وشار بالنحاس الخانيش نحن وياه ونعمل ادارة الكازينو وصاروا يجتمعوا ويجتمعوا ابراهيم كنعان بالبيت انا ساعة اطلع عم يشتغلوا بزنس شو قصتني فيون انا اللي بدي اقل لك بزنس ايه شو عندهم عندهم طلبات من مصر في لبنان شو كان بدهم يعني شو بدي اعملهم رياض صليمي وليه تخلوا عنهم لرياض صليمي لانه بس بطل في بزنس لانه رياض صليمي ماروني رياض صليمي ما تروح رئيس جمهورية مثله ليش هجموا جزافعون مثل ما بهجموا رئيس سهال عبود مثل ما هجموا جان علية مثل ما هجموا كل شخص مثل ما المسلمية فرنجية ما قالش عليا ما علاش القدر والقيمة ما عليا الهايبة اكيدة شو لك هجوم على عماد جزافعون سببوا نجاحوا بيات الجيش سببوا لانه ماروني ماروني نجح بيات الجيش ماروني مش بس نجح بيات الجيش ماروني مرشح لرئيس جمهورية حاكم مصر في لبنان ماروني ناجح كان بالحكمية وبالف خير وما تروح لرئيس جمهورية صار فيه ثورة مش ضد الثورة رياض سليمي دفعوا الثمن مين الفرنسيوية عم دفعوا الثمن انا عم دفعوا الثمن مصيروا التوقيف رياض سليمي لا ان شاء الله لا بفتكر انا 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 مسلا قالتني لاي ما بتعمل محيمي اول شي رياض سليمي وفريقه وخيه والسيدي سبت ماريان حويكو انا معهم كنت قابل معهم وهلأ معهم وراح يبقى معهم تقالك معهم كيف يعني بالدعم المعنى وكل شي ما بعض اذا هلأ بديوا يعمل مصرشار بس انا مني محيمي انا لو محيمي كان كل واحد بتطلبه لهذا المجرم رياض سليم تشك عليه انا بيجي وهذا المحامي بوردون بتجيبه ماريك لور النجم على اليسوعية بيقولك رياض سليمي سارق بين مليار ومليارين دولار لك قداش قيمت السرقة دقيقة عنده لك شاربة لك ملا بضاعة يعني يعيب الشيوم بعدين الدولة هجمة على رياض سليمي بقضية الفراس يا خيم الفراس انتو نقيتو هو قال الفراس بحد ذاتو بالصفحة سبعة اذا بتقرأه سيد داني هو بيقول انو هذا التقرير لا يعتد به ولا يرتكز عليه ولا يعتمد امام القضاء والمحاكم اوكي هاي اول شي تاني شي ما فيك بدك بدك تعمله وبعدين اذا بدك اطبع لكم هذا التقرير بدك اعملكم تقرير تعتمدوه انا بشيل اسمي كشركة الفراس وبشيل اه كل شي بيختص فيه وبشيل اللوجو بتبع لكم ايه عوراق كدش وخدوه يعني مستحيين فيه شركة الفراس مستحيي بهذا التقرير المعمول انا ما امقول حق الوصول الى المعلومات هذا حق طبيعي سريعا 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 بس خليني كاف اه فضل فضل يعني هذا حق الوصول الى المعلومات حق طبيعي والناس والناس يعني كل الناس مع المودعين بس المشكلة اللي صار بالبلد انه الاموال اللي طلعت كلها ما شافوا الى رياض سلامة والمقردين مقردين طرقوا مصريات المودعين لانه رادين اربعين تلاتين اربعين مليار دولار بتشاكات مصرفية ايه على الف وخمسة سريعا راضي عن اداء وشو رأيك باداء حكم اصف الونام بالانابة الله يقوي الله يكون بيعونه القصة كتير صعبة بدو يمد ايدو على المصاري على المصاري ما فيه هلأ شو الادسي اير الديسي اير اللي عم يحكي عنا نسيت شو اسمه شو اسمه سي دي ار سي دي ار سوري سي دي ار بتغلبط فيه انا مستشار الحكم لا هولي لا هول ما بعرفون انا ماني تكنيسيان هذه المصريات هاو دولارات موجودين مصر في لبنان جايين من الماكد الدولي من صندوق النعد هلأ مدوا ايدو عن مصر في لبنان قالوا ما مناش ناخد مصاري باخدوا مصاري بعد شوية بيخلصوها وشو بيعملوا شو بيعملوا بياخدوا من مصري اموال المودعين بعد منها هذا الدهبيات اليوم اكبر اكبر دلالة على مصدقية رياض سلامة بيطلع الحاكم بالانابة صديقنا الاساس دكتور وسيل منصوري بيقول الدهبيات طلعوا بيسوا 18 مليار دولار وقت صور معهم رياض سلامة قالوا له تصور حد دهبيات طلعوا هالأدقائمتهم قامت لأيامة صاروا يهجموا على البيت وقت ما بيعطيهم 200 مليون و300 و400 مليون سلفة مشان الكهرباء كانوا يعملوا مظاهرات ويجوا يكسروا له بيته ومكتبه وكل شي وقت اللي توقفوا القصة ياخدوا المصريات يبطلوا المظاهرات شهر شهرين أنا اللي عم بقوله نحن بقضية التحقيق مع رياض سلامة قضية كلها فولكلور وحكي بحكي عنده بيوته خي بأمريكا ما عنده بيوت ما بيعرف أمريكا اللي عم يحكي عنده بيوته ما عنده ما عنده بالإعلام يا أستاذ هاني بالإعلام قد ما بدك بالإعلام قد ما بدك رياض سلامة لم ياخد قرش واحد من مصر في لبنان شو الحكي هذا واضح القصة الفراز موجودة خلينا نختص الحلقة بعشرين ثانية راحين إلى مزيد من التأزم لإسعار رئاسي مطول أو راحين لإنفراجات بالاختصار نحن باختصار شديد إذا قدرنا مرعنا الرئيس بسرعة بيمرؤ اسلامية فرنجية بفويت سريع وإلا ما في رواء وإلى هون المنطقة كلها لأنه قد ما يكون قد ما يكون مختلفين الأمريكان والإيرانية بيظل فيه يعني إلى حد ما متفقين بس إن شاء الله ما يكونوا متفقين على الخليج وما يكونوا متفقين يعني يكونوا على الخليج وما يتفقوا علينا يكونوا متفقين على الخليج لأنه نحن بلا الخليج كلبنانية نبين أنه ما فينا نعيش ما فينا نكفن محمد جوزيفة أبو فاضل شكرا لك مشاهدينا لون بنتهي حوارنا إلى نقام موسيقى 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 موسيقى